السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين البنات جيبتكم الشبكية الفاسية الأصلة مئة بالمئة ولي كتجي الديدة بزاف وهشيشة وكتجي مجعبة وهزة يعني العسل كتجي مزيونة بزاف كيف ما كتشوفوها هي مجعبة والمقادير بسيطة ماشي فيها واحد المقادير اللي ما يقدر يعمل حتى شي حد هانا دابا باش نفرتتكم واحدة تشوفوها كيفاش كتجي انتو ما كتشوفوك تفتت بوحدة صراحة شيشة بزاف ولديدة نتمنى تجربوها وتشاركوها مع الأهل والأصدقاء ودعملوا اللايك ودبرطاجوا الفيديو للحد الأقصى دابا باش نمروا مع المقادير والطريقة التحضير بالنسبة للمقادير لدينا نص كيلو ديال دقيق ميات قرام للسمسم محمر ومطحون أي الزنجلين لدينا هنا ربع كاس من الخل ربع كاس من المظهر وعمل فيه شعيرات الزعفران الحر نص كاس للزبدة المدابة نص كاس للزيت نص كاس من الخميرات الخبز نص كاس من المسكة الحرات نص كاس من السكر كي تطحلي نص كاس من العلقة صغيرة للقرفة ومعلقة صغيرة للنفع نص كاس من الشمار نص كاس من خميرة الحلوة قبيصة الملح ونص كاس من قوزة طيب هذه هي المقادير التي نحتاجها في شبكية ان شاء الله بسم الله نبدو على بركة الله كنعملو ديك القبيصات الخميرة الدوب مع المظهر ومع هات شعيرات الزعفران وكندوزن خلطو المواد النواشف ليهما الدقيق مع النافع والقرفة قبيصة القوزة والملح والخميرات الحلويات والمسكة الحرة هنا قلت لكم طحنتها مع شوية بالسكر والكاز الزنجلان ما يعادل يعني 100 قرم كاز الزنجلان محمار ومطحون محمار غير شوية ودعبك نخلطو النواشف مزيان والعجينة لنجمعها بالماء الدافئ يعني يكون دافئ غير شوية ما يكونش سخن من بعد ما خلطنا النواشف نعملو ديك يعني السوائل نزيدو نص كاز الزيت مع نص كاز الزبدة واربع كاز الزبدة واربع كاز الزبدة من بعد إن شاء الله نعملكم المقادير مضبوطة يعني بالعبار الكامل في صندوق الواسف نحاولو نجمو العجينة لنجمع الشيعة نكملو نجمعها بالماء الماء دافئ كونه يعني دافئ تقريبا بردين وخصصة دليك مزيان يعني العجينة شبكية ماشي المهم فيها غير المقادير يعني حتى العجين خصصة تكون معجونة مزيان نزيد الماء بشوية بشوية كيف ما كتشوفوا لأنها خصصة تكون قصحة ما خصصة تكون خفيفة ندوزوا هالطبلة العمل ونبقوا ندلكوها مزيان خصصة المهم دليك مزيان هذي شبكية فاسية أعصي إلى مئة بالمئة يعني هذي المقادير هذو ماشي ديالي وإنما أعطت مني الصادقة اللي هي فاسية واللي كعملها الوالد ديالي وجدوده يعني مقديم الزامن اللي عند الماكينة يمكن لها الدوزة الماكينة أنا عندي الماكينة ولكن بغيت نوريلكم باللي يعني حتى باليد كان قدروا نعملوا أي حاجة ماشي داروري الماكينة كيف ما كتشوفوا كما كتزيدوا الدلكو فيها كتزيد درطبها أنا ما زديت لاش الماء لغم غير ديك المال اللي شفتوه المهم خاصة دليك مزيان لأن الصادقة ديالي قتلي خاصة دمعك مزيان باللهجة ديالي ملفاسية المعيك 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 وهنا من بعد ما دلكتها مزيان كيف ما كتشوفوا يعني رطابث ما بقتش كقص حفحة في اللويل دابا نكوروها كويرات وكنعملوهم في الميكا دابا كمية صغيرة ان شاء الله باش ننفعكم حتى نتمال اللي بغيتو دعملو الشباكية قلت نعملو قبل مرمضان يعني ب 15 يوم انا ان شاء الله من بعد ودابا بعد ما كورناها نجعلوهم يرتاحوا ونجعلوها تشيلي والسخنة دابا بعد ما ارتحتنا العجينة ديالنا نبدأ من ديك اللولانية اللي صغبنا نبقوا نتلقوها نرشوا واحد شوية برطابت شوية وكنتلقوها من اللي نجو نتلقو العجينة ما تتلقوها شي دائرية تلقوها مستطيلة باش من بعد كتطوها كتجي لكم رقيوقة وموهم كتجي سهلة بالنسبة لتلق في الماكينة يعني كتجي رقيوقة هيدا بطيو لحسن ما تجي واسعة ومن بعد ما كنتلقوهم كاملين كنرجعو للولة اللي بدينا فيها وكنتلقوها بالمتلاق باش كندوزوها في الماكينة انا هاد المقطع هذا الصراحة ما صورتوش دابا كم قون دوزوها في الماكينة انا في اللول كندوزو على رقم زوش ومن بعد على ثلاثة وفي الآخر اربعة يعني ما كنخليها شي تندوزة في خمسة على اربعة هادك هو الحد الاقصى وكتجي شبكة يرقيوقة مزونة يعني ما تخافوش يعني تجي لكم غليطة كيفما كتشوفو من اللي كتجي تقطعو منها مكتقطعوش بزف خوستو باش كتدوزوها باش كتدوزو لديك زواقه كيفما كتشوفو العجينة ما كتقطع بزف ما كتضيعناش تبا هالطريفة اللي قطعنا كنطووهم بهالطريقة هادك ونخشوهم في الميكة باش من بعد ان شاء الله كيجونا سهلين لتلاق بالنسبة لتشبكة انا كنعمل المعتمدة عندي اللي هي خمسات شريطات يعني كنعملولها اربعة قطعات في الوسط دابا هنا نوري لكم بالكاميرا تقيلة شوية طريقة شبكة اللي كنستعمل انا دائما وهي كنهوز الشريط ونطلق الثاني ونهوز الثالث ونطلق الرابع ونهوز الخامس ومن بعدك طريفة اللي كيبقى اللي عند السبع ديالي كنلسقم مع بعطن وكنقلب الثاني على اللول والثالث على الثاني بها الطريقة هذي وكنقلبم ديرك في الطابلة انتو معا تشوفو كتقلبم هيدا كتجيب ديك جوش ريطات اللي بقى وكادلسقم لعد البعطن وكتقرصم هيدا يام الطرف ديالهم يعني طريقة جيد سهلة نعاوزكم واحدة اخرى باش تشوفوها مزيين كادلسقوها الطريفة اللي كيبقى وكادقلبوا هذي التانية على اللولة والثالثة كادنزلو على الطابلة كيما قلتكم وكادقرصوهم مطرفة ديالهم ديالهم طريقة تشبكة تشبكة التانية وحتى هي عندها خمسة شتريطات اي اربعة تقطيعات في الوسط كدشدو كدتنيو جوج على جوج كادلسقوها على اللاخر يعني كأقربوها اللاخر مرة من بعد كادلسقوها تدا طريقة سهلة جدا و اتقرصوها احتى هيجت العجينة زيدة قطعو منا نعود معاكم احتى اخرى كيفما كتشوفو كطو جوجة لا جوج و شريط اللي كيبقى الاخر كتنى وهلاخر كدقرصوه و قلبوها و كدعوطوها بيداكم يعني كدوسعو جوج كيبقوا الوحل جيه كدقرصوها من الطرافات جت العجينة زيدة و كدقطعوها و من اللي كتتساليوها كدغطوها بالبلاستيك وحتى كتساليو كل شي و كدبو القلي من بعد ما سالينا كل شي بالتشبك كندوزو ندفيو العسل دينا غير دافية مخصكم شي تسخنوها يعني دافية فقط و كنعملو الزيت في واحد الايناء يكون غارق و كنبدو نقليو هنا انا عملت واحد تريف باش نشوفو واش الزيت تسخنو ولا لا في الاول كدسخنو الزيت يعني على النار مجهده من اللي كيسخن كد نقصوه للنص كدبقوا طيبو الشباكية ديكم على واحد النار مهيلة ماذا طيبوها شي على النار مجهده بشمال يدبقى لكم معجنة من داخل و ضغياء يعني دطيبكم مالبرة و الطيب كيفما كدشوفو كدبقوا وذقلو فيها حتى كدطيب على خطرة و كيفما كدلاحظو يعني الشباكية كدبان مجعبة وصارحة شيشة بالزفد العبار هذا زدق لي معطابر دابا هنا كيفما كدشوفو الشباكية دينا عنده واحد اللون ذهبي ما بقوشي ديك البواء قد الزيت كيففرفرو بززاف في الجوايا ديالا يعني الشباكية طيبة كندوزوها ديرك للعسن واذا ما بغيتوشي الشباكية ذهبطكم للقاعد القاملة كتشبرو هايدا يا هادا سباطولا كدعملو عليها شباكية وكدقوا دهزوها هايدا هايدا والمهم وساعة كتتعلف الرازد الزيت وكتلقو لها طريقة سهلة جدا دابا لبنا توصلنا لنهاية الفيديو رمضان كريم يدخلوا علينا ربي بالصحة والسلامة ان شاء الله وبالطاعة والغفران وبرك الله فيكم على حسن متابعة وبنبرك عواشركم وانتمنى تجربوا هاد الوصفة فعلا وتشاركوها مع الاهل والأصدقاء وجازكم الله خيرا دعمونا يعني الصراحة كنعمل واحد المجهود ولكن ما كان لقاش لا مشاهدة ولا دعم فضلا منكم ومع السلامة الى فيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة